إن العراق وطننا الذي تهون من أجله التضحيات والدماء يتعرض لانتهاء فاضح لسيادته من قبل دولة جارة ومن حقنا بل وواجب علينا أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادته ووحدة أراضيه سنتخذ جميع الإجراءات ونلجأ إلى كل السبل المشروعة لحماية أرضنا وسيادتنا الوطنية وأن قواتنا المسلحة وأبناءنا من الحجد الشعبي والعشائر وكل المقاتلين الذين يقدمون التضحيات الجسام بالدفاع عن وطنهم ومقدساتهم من دنس داعش ومن يقف معها وخلفها إنما يدافعون عن سيادة العراق التي ثلمت ولا نرضى أن تثلم لن نتهاون في أداء واجبنا الدستوري والشرعي والوطني في حماية البلاد والدفاع عن أمنه وسيادته وسلامة ووحدة أراضي العراق